طمح مويت تحس اللي قالي الكنة فكتلها ولدها قيد على كبرت قيد على ولا تشد الراجل يدخل هاي أمك هاي أمك على قد ما لمراء والراجل يحادوا يبعدوا اللي هما دايرين بهم على قد ما يعيشوا هما لباس أمي ستة كنين ستة كنين تحت سقين حميتهم وزيد عليها احنا حبينا ولا كرهنا شعب تونسي محلنا وذننا ديما هكا غادي تبدأ ساعة أنا بوخكم وصيح ماتي ربي يفضلها ربي يفرج عليها كبرتلي صغاري وعاونتني أنا ملا نخدم وكل هي الحقيقة معاونتني صغاري حتى كفي روحهم من المكتب يدقوا البيب يدخلوا عندها هي روح نلقى صغيراتي في الدار روحنا بعضهم ربي يفضلها وربي يبار كلنا فيها بالنسبة للحماويت اللي كيما هكا هما ربي يهديهم اللي غالب فما حماويت تحس اللي قالي الكنة فكتلها ولدها ما هيش بلتو هي هنيت على ولدها دونك لهنا يجي دور الكنة معناتها إذا كان هي بيش تهني على روحها وبيش يلزمها بيش توصع بيلها إنها أمها بيش تولي حماوية وإنها هي بيدها سوف يندغل وجوه اللي بيش تولي هي بيدها حماوية كيف كيف يعني تسمع الكلمة وتعديها تحسب روحها ما سمعتش تعدي سعب ساعة أخرى ربي كبرنا فيه تاعته قيد على كبرت قيد على هذك هو حد عقلها هكيك بيش الحياة تسهيل أما إذا كيفش نقعده نشده فريمان على هاي قالت هاي عملت هاي صيقة ملمتش هاي صيقة حد غادي هاي هبطت لها الميك لما عجبتهاش ولا تشد الراجل يدخل هاي أمك هاي أمك إنا سعبه خكم وصي راجلي مع أمي يما نقوله أمك تضحكوا عليها ولا تقعدوا بالحق أنا نحس روحك نجي وقلوا أمك تقص عليها سببتوا أنا ديب ديما وقلوا راهي تتا وثان كتوسيني حاجة ولا قلوا راهي تتا هكا وهكا ما قتلك راهي لابنت اليوم كله وعند تتا ما عنديش كلمة أمك انتخوا قيمين حس تقص عليها سبب مع احتراماتي للنس الكل أنا رزينا في فمي هذكا بيه صوف ك يعني بالنسبة للكوبل في حد ذاته إذا كان بالحق يحبوا يعيشوا مرتاحين تسكي هذي الكل حكايات جانبية تولي حكايات يعني هي العيشة متاع الكوبل كيفاش هي العيشة متاع الكوبل العبارة على سيحكل اللي اللي دير بالسيحكل هذيكا هما اللي تابعين لمراء والراجل على قدمة لمراء والراجل يحادوا يبعدوا لزيلكونيغاتيف كوا اللي هما ديرين بيهم على قدمة عيشوهما لباس مراكمة هكا أخرتها يا أخويا أنا ما استحملتش معه وما نجمتش جيفيت جيفيت حتى كاني معايا في الدار نتعامل معها قد قد نسمع كلمة ونعديها ما يهمنيش دي ما خاطر نحط في بريل لأنا من غدوة بيش نكبر لأنا من غدوة نجمتش جيني كنا سيمحوني في الكلمة تكون مشومة بيش واحد ما يقولش ما يقولش حاجة أخرى نجم أنا تتيح بي الدنيا ما نلقاش أنا بناتي بحذية بش نلقى كلكنا هذيكا حتى كان أنا خايبة وما تجيني هي بنتصل بش تهزني خاطر هذيكا هو لوسيحكل يعني لوسيحكل دو في وإنا الحقيقة ربيت في عيلا أم بابا يا ربي ترحمها وتنعمها وتخفى عليها الترب الثقيل أمي ستة كنين ستة كنين تحت ساقين حميتهم عبارة على أمهم مش حماء بالحق معناتها حالية عناية في كنين يحترموا حميتهم وفي حماء صعيبة أي صعيبة في الحق أما كلي تحبهم ومحاذيتهم وجوغة تحب كنينهم زينين ومعينين ومقدودين ولي يدخل دارهم يلقى ديار المريكلا وتحب الحاجة الباهية وغيره وهو ما زادة كيف كيف هو ما كيف كيف اللي تقوله حميتهم اللي يمشي فهمت دونك أنا كيف عرست تعاملت بالمبدأ هذيك حميته نرجع ونقول ربي يفضلها وربي يطولنا ربي يطولنا في عمرها وربي إن شاء الله يشفيها داخني عمو هي عاملة عملية وكل ربي يشفيها إن شاء الله يعني حتى لو كان سببوزون وتيت نهار هي الله وعلم تبدأ العبد خطر سوية تبدأ في ساعة مش سعيدة يا أخويا قالت كلمة نحبسو غادي أحنا نحبسوش غاديكا دونك هذا الكل يرجع يرجع للشخص شنية البيئة اللي تربى فيها كما نحكي وعبد تربى بري خاطر ما يمشي للعائلة وتربى ما يمشي وش كما عبد تربى في وسط في وسط عائلة يحبك عمتي وخاليتي وكل خوضة وكل صهرية وكل الجوج ممتع اللم وفهم أعبيد ما يحبوش كيف كيف الطفلة وين تحل عينيها واللي اتراه تعمل فيه أمها راهي هي تعاود كيف كيف سواكي تولي كنا سواكي تولي حميل كيف كيف ساغو فيان ساغو فيان معتها أمام راهما ما هيش بش تطلع حاجة من عندها باللي باللي عملت وامها هي بش تعمل وزيد عليها حنا يحبنا ولا كرهنا شعب تونسي محلينة وذن نديمة هكا غادي تبدأ عرفت اه صاحبتي قالت في الخدمة فلينة قالت فلينة درشتو اه فلينة حميتها هكا وهكا وعملت له اه انا ميل حميتك ليه ليه راهوا الكل يرجع بالخايب على حياتنا احنا وطاو احنا اتبركال له ولينا ينصر نقولوا وليزند پوزيتف وليزند نيغاتيف كيفاش انك تدخل ليجابي لحياته كيفاش تحاول دي ما تخللي جا وكالم يعني سا فادي غنها ساسخالها فيا انغوانس ميبا اونسي دي ما باش انبعدوا دونك كو قايت باش اننن نحيو كل الحكاية تذيكا باش او مع الجيل اللي خارج تووا ولي هو متأثر برشا بتوسكييا ميديا واليوتيوب وهو يتفرج وصاعاتها فيك يعني ما فامش كنتخول ما تعرفش علي صغيرك فيش نية فيش نية يتفرج ومو احنا نكونوا المثال لهم هما بش غدوة نلقاوا مجتمع كيفاش نقول متمسك شوية خطر احنا طوى ديجا مجتمع العقد متاعو مرخوف عالخر لحقيقة ما بالحق ما هيش حاجة ما هيش حاجة جديدة نقول فيها الناس كل حذيتها ومو نجموشي احنا في جيلنا ان رجعوا اللي احنا تربينا عليها قبل